أهلا بكم تابعين قناة مصر الآن زوجة خالد النبوي بعد نقله للمستشفى تعبان أوي وأرجوكم تدعوله طلبت مونة المغربي زوجة الفنان خالد النبوي من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكم تدعوله دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجيها كما نشرت الكاتبة فريدة الشباشي منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأعلنت عن نقله للمستشفى حيث كتبت خالد حبيب الملايين وأنا منهم ألف سلامة الإبن الحبيب واحتفل خالد النبوي الإسبوع قبل الماضي بطرح فيلمه الجديد يوم وليلة في دور العرض السينمائية ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفشاوي ودرة وحنان مطوع وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة العيلي وشادي أسعد وهو من تأليف يحيا فكري وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر وكان خالد النبوي قد حرص على التضامن ودعم المتصابك المصرية المستبعدة من مصابقة The Voice الطفلة هايدي محمد بكتاب التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر هايدي محمد الموهوبة برافو هتبقى حاجة كبيرة أوي مع موسم مصر أحلى بالموهبين وعرض لخالد النبوي مؤخرا مسلسل مماليك النار الذي حقق نجاحا كبيرا وقدم فيه شخصية تومان باي وشارك في بطولة العمل السوري رشيد عساب خالد النبوي ممثل مصري عالمي من مواليد 12 سبتمبر 1966 العمر 53 سنة من مواليد المنصورة اسم الولادة خالد محمد النبوي زوجته هي مونة المغربية متزوجها من 2002 وبعد تداول الأخبار تأكد أنه أصيب النجم خالد النبوي بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله للمستشفى حيث أجرع مليك قسطرة بمستشفى قصر العين الفرنساوي وكانت مونة المغربية زوجة الفنان خالد النبوي طلبت الدعاء له في نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العالم الحمر أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار